اهلا بكم بفيديو جديد من تطوير قالب مكونات وورد برس انتهينا من المشروع التدريبي الان نحن بشيء جديد وليس بمشروع جديد يعني هذا الفيديو هو عبارة عن تقديم فكرة معينة معلومة اضافية بخصوص قالب مكونات وورد برس وليس وليس مختص بمشروع جديد او تدريب جديد فاذا اليوم سنطرح معلومة والان ساخبركم ما هي هذه المعلومة فاذا بداية اذهبوا لموقع وورد برس الخاص بكم اي موقع تريدون لا مشكلة بذلك اي ربما نفس الموقع الذي تعمل معه بوقت سابق الذي يكون بانشاء عليه المشروع التدريبي او موقع اخر لا مشكلة سنذهب الى القوالب ونثبت القالب الافتراضي ها هو مثبت لاحظوا توني توني فور ها هو مثبت تأكدوا انه مثبت هذه هي القصة جيد الان اذا ذهبنا الى المحرق فهناك شيء اريد ان اخبركم اياه اذهبوا مثلا القوالب واي قالب من هذا مثلا اي قالب تابع لتوني توني فور قموا بالنقرة عليك واذهبوا اليه اه فهنا اعزائي لاحظوا هنا لاحظوا هذا الذي يشبه الوضع النهاري والليلي هذه الموجودة هنا هل يمكنكم رؤيتها هذا هذه الاشارة ذهبت ذهبت منا لكن اعتقد ربما اسمها التنسيقات عندما تقوموا بفتح القائمة بهذا اسمها التنسيقات اذا لم تكن القائمة مفتوحة فهكذا يكون شكلها قموا بالنقرة عليها فذا لاحظوا سيكون هناك شيء اسمه التنسيقات اذا قمنا باستعراض التنسيقات لاحظوا ان هناك اكثر من تنسيق فمثلا لو انا اخترت مثلا هذا الافتراضي هذا الافتراضي جيد نختار شيء اخر لاحظوا اللون هذا اختلف مثلا لو اخترت شيء اخر لاحظوا انظروا الى هنا لون الزر واضح تغييره اذا نظرنا الى هذا لاحظوا كلما انا اقوم بتغيير شيء مع ستايل معين يتغير شيء معين الشيء البارز بالتغيير هو اللون لكن أيضا تغييرت أشياء أخرى إذا لاحظتم. لاحظوا مثلا بالافتراض فلاحظوا الزر شكله أيضا اختلف. فما هذه التنصيقات هذا الشيء الذي أريد أن أقول لكم عنه. فإذن يمكن إضافة عدة ألوان للموقع. عدة تنصيقات للموقع. ليس تنصيق واحد يعني نحن في الوضع الطبيعي إذا ذهبنا إلى قالب من ناحية الملفات أو من جهة الملفات. ها هو جيد. هكذا اللي تروا إذا نظرنا للملفات. لاحظوا أعزائي يوجد ملفات كثيرة من ضمنها ملف الذي نحن تحدثنا به وكان لدينا قسم كامل عن إذا قمنا بفتح ملف هذا بالقالب الافتراضي إذا قمنا بفتحه هو ملف عادي فيه بعض الخصائص التي نحن تعلمناها من أهم الخصائص التي تكون موجودة ب هي الألوان. هي الألوان. لاحظوا فيه أيضا الألوان وهذه القصص. طبعا نحن تعلمنا حول هذا الموضوع بوقت سابق. تعلمنا عن كثير من الخصائص ب هذا ليس موضوعنا الآن. لكن نكبر أن theme.jason ينكر أن يحتوي أو يحتوي على التنسيطات أو يحتوي على الستايل الأساسية بالموقع الستايل التي يبنى عليها موقع فعليا مثل الألوان الأساسية مثل الأبعاد الأساسية التي أريدها بالموقع. يمكن تغييرها لاحقا نعم يمكن تغييرها لكن الشيء الأساسي الذي أريد أن أعرضه. لو أردت أنا كمطور قالب أن أعطي لي أشخاص الذين يستخدمون القالب الخاص بي أريد أن أعطيهم خيارات أن يختاروا الألوان التي يريدونها. هم فعليا يمكنهم اختيار الألوان. من ناحية مثلا إذا ذهبوا إلى هذا يمكن هذا لوحدها أن يغيروا الألوان صحيح لكن أنا أريد أن أعطيهم خيارات خيارات كاملة تطبق على كل الموقع. فيمكن أن أنشأ عدة الستايلات. هذه اسمها التنصيقات أو بالإنجليزية. هذه الستايل أين موجودة؟ إذا ذهبنا إلى قالب سنجد هناك مجلد اسمه وإذا ذهبنا إلى هذا المجلد لاحظوا بكل آآ كل واحد من هذه الستايلات الموجودة هنا مثلا هذا 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 مثلا هذا اسمه أيضا يوجد هنا 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 اسمه إذا ذهبنا لملف هنا هذا الملف هو نفسه ملف لكن ليس اسمه اسمه أو يمكن أن نسميه أي شيء وفيه آآ قيم مخصصة آآ يعني ألوان مخصصة أخرى غير القالب آآ آآ غير الموجودة في تيم دوت جيسون دعونا نقوم بتطبيق ذلك بشكل سريع جدا لكن هذه المرة نريد تطبيق ذلك على قالب آآ الفوتوغرافر الذي قمنا بإنشائه بوقت سابق فإذا ذهبت إلى الفوتوغرافر جيد فلاحظوا أن هنا لدينا ملف تيم دوت جيسون الشيء الذي أنا أريد أن أقوم به أريد أن أقوم بإنشاء مجلد هنا اسمه ستايلز فقط وسأقوم بالنسخ تيم دوت جيسون بداخل ستايلز لكن سأسميه مثلا ستايل وان دوت سيسس أو مطلع يمكن أن نسميه باسم الألوان أو أي اسم مناسب ممكن أن نسميه ريد دوت سيسس نفس الشيء هنا أريد أن أقوم بإنشاء يعني ستايلز طبعا أنا كتبته دوت سيسس خطأ هي دوت جيسون هو ملف جيسون أخوان فالتالي الآن لنذهب لمجلد ستايلز لأريدكم ما الشيء الذي أقوم به فإذا الآن أنشأت هنا مجلد ملف اسمه بلوت جيسون وهنا يجب أن نسميه هذا ريد دوت جيسون دعوني أعيد تسميته فإذا ريد دوت جيسون هكذا فإذا الآن أصبحت لدينا هذه الاستايلات هذه نسخة نسخة من تيم دوت جيسون دعونا نغيرها فمثلا إذا قم بفتح ملف بلوت دوت جيسون بهذا الشكل فأنا فقط أريد تغيير الألوان فإذا ضحبت الألوان فيمكن أن أجعل أن اللون الأساسي مثلا اللون الأساسي يكون بلو يعني بهذا الشكل ويمكن أن أقول مثلا اللون الثاني نجعله غري أو مثلا بدل غري نكتب هكذا وفقط نغير هذين اللونين هذا فقط للتجربة الآن فإذا الآن سأقوم بحفظه وأغلطه وأفتح ملف دوت جيسون وبملف دوت جيسون أنا فقط مرة أخرى أريد فقط تغيير الألوان الموجودة هنا فهنا سأختار لون الذي يكون هكذا وهنا يمكن أن نغير مثلا هذا الكلر أن يكون مثلا دعونا نضعه مثلا فقط لغاية التجربة أو التدريب هكذا ممتاز فإذا أصبح لدي هذه الملفات الآن سأذهب لي الآن ليس هنا نريد أن نذهب لي حتى نفعل قالب LWN Photographer فسأكتب لي هنا وأذهب إلى القوالب وأقوم بإعادة تفعيل قالب LWN Photographer الذي قمنا نحن بإنشاءه وقد صابر بالمشروع الصعب فإذا تم تفعيل الموقع الآن يمكن أن أقوم بزيارة المحرر حتى أقوم باكتشاف هذه الاستايلات لاحظوا حتى هنا يوجد تنصيقات إذا أقوم بالنقر عليها فإذا لاحظوا لدينا Blue هنا ولدينا Red وحتى أخذ الألوان منها لاحظوا Blue لم يأخذ اللون ربما لا أعرف هل كتبته أنا بشيء خاطئ فإذا لنرى قبل أن نبدأ فإذا لBlue نسيت الهاش في البداية وبالتالي لم يأخذه فإذا الآن سأحدث مرة أخرى أنه يفترض أن يأخذ الألوان لو كانت صحيحة فإذا ها هو Blue أخذ Blue وأخذ الرد فإذا الآن لاحظوا موقعي بالأصل كان لونه تقريبا أصفل فإذا الآن لو اخترت أزرق لاحظوا أصبح أزرق لو اخترت أحمد أصبح هناك أحمد وهنا يمكن أن أقوم بتأمين أكثر من ستايل للزائرين أو لمستخدمي الموقع أو مستخدمي القالب الخاص به بهذه الطريقة فالموضوع لا يقتصر فقط على الألوان ممكن إن شاء ملف theme.json مخصص بشكل كامل نغير فيه الخطوط نغير فيه الأبعاد نغير فيه أحجام الخطوط وزائد نغير فيه أيضا الألوان فإذا هذا كله لهذا الفيديو أتمنى أنكم استفدتم وإن شاء الله نلتقي بدرج جديد حول قالب مكونات مع السلامة